التخوف من قدرات إيران النووية لا ينفك يتزايد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن خبراء درسوا البيانات الواردة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة وخلصوا إلى أن إيران قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود اللازم لإنتاج رأس حربي نووي واحد في غضون نحو شهر كحد أدنى ورأى محللون أن استمرار إيران بتقصيب اليورانيوم بنسبة 60% سيتيح لها إنتاج وقود لرأس حربي ثاني في أقل من ثلاثة أشهر ولرأس ثالث في أقل من خمسة أشهر وقد حذر خبراء من أن الجهود الإيرانية الأخيرة تشير إلى سعي الحكومة لفرض شروط جديدة تناسبها في إطار المحادثات الرامية إلى إعادة أحياء الاتفاق النووي مع هذه الحكومة التي لديها رؤية حازمة بالنسبة للبرنامج النووي سيتعين علي كمدير عام لوكالة الطاقة أن أجلس مع هذه الحكومة وأنقل لها وجهة نظرنا وتوقعاتنا ورغم أن إيران لا تزال تصر على عدم رغبتها في الحصول على ترسانة نووية فإن خبراء يؤكدون أن طهران لم تقترب بهذا الشكل من القدرة على التسلح منذ إبرام الاتفاق النووي في 2015 وقد أجبر ذلك الاتفاق الإيرانيين على شحن أكثر من 97% من وقودهم إلى خارج البلاد مما دفع الولايات المتحدة في وقتها إلى الطمأنة بأن نجاح إيران في إنتاج الوقود النووي سيستغرق سنة على الأقل أما الآن وبعد أكثر من ثلاث سنوات على انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق فيبدو أن الجهود الإيرانية البطيئة والثابتة لاستعادة قدرات البلاد بدأت تنجح وهو ما يثير مخاوف المجتمع الدولي ودول المنطقة